عالم الأسواق والأعمال بانتظار صدور بيانات العمل الأمريكية لشهر كانون الثاني يناير المحللون يرجحون خلال هذا الشهر ازدياداً بالوظائف يصل إلى 190 ألف وظيفة مع نسبة بطالة ما تزال عند 5% أما معدل تضخم الأجور في الساعة فقد يزيد 0.3% تضخم الأجور هو النقطة الرئيسية التي على أساسها مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقرر سياسته النقدية ويرفع مؤشر الفائدة هذا وكان قد أظهر تقرير مؤشر مدراء المشتريات انغفاضاً في وطيرة عملية التوظيف في القطاعات التصنيعية